كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى أهالي قطاع غزة حيث بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 647 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية من بينها 532 طائرة حملت أكتر من 16 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد إغاثة لقطاع غزة وقدمت من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 115 طائرة حملت أفودا رسمية وتضامنية زارت معبررفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحة الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء اشتركوا في القناة